أحرزت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل جائزة أول مؤسسة إصلاحية في الشرق الأوسط في مجال التنفيذ والامتثال لبروتوكالات الصحة والسلامة ضد فيروس كورونا الأمر الذي يعكس الالتزام بأعلى المعايير والدقة والمهنية في الأداء في إنجاز يعكس جهود التطوير والتحديث والقدرة على مواكبة المتغيرات فازت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بجائزة أول مؤسسة إصلاحية في الشرق الأوسط في مجال التنفيذ والامتثال لبروتوكالات الصحة والسلامة والنظافة الدولية ضد فيروس كورونا ويعد هذا التقدير الدولي للإصلاح والتأهيل إنعكاساً لمستوى الجودة في الأداء والقدرة على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة خاصةً وأن هذه الجائزة تمنح لأفضل مؤسسة تطبق الإجراءات الاحترازية وفق اشتراطات حددتها الشركة الفرنسية بيروفيريتاس والمختصة بمعايير الجودة العالمية ويأتي تحقيق هذا الإنجاز تجاوباً مع الالتزام الدقيق بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وطرح آليات جديدة تعزز الصحة والسلامة العامة للنزلاء وفي الوقت ذاته تضمن تقديم الخدمات المقررة بالشكل المطلوب ومن ذلك تفعيل الاتصالات المرئية وعقد جلسات المحاكمة عبر تقنية الاتصال المرئي وكذلك المواعيد الطبية فضلاً عن إخضاع جميع الكوادر العاملة بشكل دوري لإجراء فحص كورونا والقيام بأعمال تعقيم المباني وكافة المرافق بشكل مستمر وتخصيص مستشفى ميداني لضمان سلامة النزلاء بجانب تقديم محاضرات توعوية تثقيفية للنزلاء بشكل دوري لحثهم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وأهمها استخدام كمامة الوجه كما تمتد الإجراءات الوقائية إلى النزلاء الجدد والذين يتم فحصهم وحجرهم لفترة محددة قبل دخولهم المركز للتأكد من سلامتهم وفي الوقت ذاته حرصاً على صحة وسلامة كافة النزلاء إن هذا التقدير لأداء مراكز الإصلاح والتأهيل واعتبارها أول مؤسسة إصلاحية في الشرق الأوسط تنال هذه الجائزة تأكيد على الأداء المنطبط والالتزام الدقيق بكل ما من شأنه حماية صحة وسلامة النزلاء تأكيد على الأداء المنطبط تأكيد على الأداء المنطبط